كشف رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون أن التصدير خارج المحروقات وصل ولأول مرة إلى سبعة ملايير دولار وفي خطابه بمقر وزارة الدفاع الوطني أكد رئيس تبون أن الصادرات خارج المحروقات ستتخطى عتبة العشرة ملايير دولار نهاية العام الجاري مشيلا إلى أن نسبة النمو تجاوزت أربعة بالمئة فيما بلغ الناتج الخام الداخلي مائتين وسبعين مليار دولار وفي نهاية العام الجاري تعتزم وزارة المالية تعيين أعضاء مستقلين على مستوى مجالس إدارة ستة بنوك عمومية من خلال إطلاق دعوة للترشح عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من يوم غد حسب ما أفاد بيان للوزارة ويتعلق الأمر بكل من بنك التنمية المحلية القرض الشعبي الجزائري بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك الفلاح والتنمية الريفية بنك الجزائر الخارجي وكذل بنك الوطني الجزائري وتأتي هذه العملية الجديدة في نهاية عهدة الأعضاء المستقلين والتي تحدد مدتها بثلاثة أعوام بعد تقييم مساهمتهم في أعمال مجالس إدارة البنوك العمومية اختتمت أمس فعاليات الطبعة الثانية للصنون الوطني للسيارات سيرتا أوتوى المنظم بولاية قسنطينا اشتركوا في القناة